في الأثناء أشاد مواطنون وسياسيون وبرلمانيون في تعليقات تابعتها قناة صلاح الدين بتوجهات وأفكار الدكتور أحمد عبدالله عبد رئيس كتلة المحور النيابية لإنهاء ملف المفقودين والمغيبين في محافظة صلاح الدين وباقي المحافظات المحررة مؤكدين أنه صاحب نخوة عراقية خالية من أي مزاج طائفي لذلك يلقى نجاحا في مزاعيه فهو لا يبخل بجهد من أجل التخفيف عن معاناة أهله ضمن مشروع وطني هو عنوان الاستقرار والسلم المجتمعي ما سهل عودة نازحي يثرب وسيد غريب عزيز بلد وسليمان بيك في حين تعد العودة التحدي الأول الذي يعمل على إنجازه ضمن الفترة القليلة القادمة